موسيقى لا يزال الفلسطيني رجل خطيب ابن بلدة دير حنة في اراضي الثمانية والاربعين يستذكر الساعات الاولى للاحداث التي جرت عام الف وتسمائة وستة وسبعين حينما اعلن فلسطينيو الداخل الاضراب الشامل احتجاجا على قرارات اسرائيل بمصادرة الاف الدنومات من اراضيهم كونها تجربة اولى فخضها دون عملية تردد باعتبار ان الهدف الاسمى هو الدفاع عن ارضنا ولما نتحدث عن الارض نتحدث عن وجودنا عن كياننا عن مستقبل اجيالنا الاتي الحكومات الاسرائيلية سعت الى تدجين جماهيرنا العربية ولذلك خافت تخوفت من ان هذا الجمهور هذا الشعب قد يمكن ان يفتح القفص ولتسليط الضوء اكثر على الاحداث التي جرت في يوم الارض عام ستة وسبعين استضافت جامعة بيرزيت شخصيات فلسطينية من الداخل الشخصيات اكدت ان المشاريع الاسرائيلية التهودية ومصادرة الارض لم تتوقف حتى يومنا هذا في شراسة اسرائيل لم تختلف اسرائيل يعني حاولت ان تغلق ملف الارض حتى الثمانينات هي صادرت اكبر كم من الاراضي في الداخل صادرتها في الثمانينات لكن حتى الان هي تحاول ان تلاحق وتصادر وليس فقط الارض الوعي الدولة ما زالت شرسة التي تغير هو الوجود الفلسطيني في الداخل هو الان اقوى هو كسر حاجز خوف هو يعرف نفسه بوضوح كجزء من شعب فلسطيني ويعرف نضاله بوضوح كجزء من نضال الشعب الفلسطيني وفي الضفة الغربية لا يختلف المشهد كثيرا حيث تشير الارقام والمعطيات الى ان اسرائيل تضع يدها على اكثر من 60% من اراضي الفلسطينيين من مدينة رامالله فارس المالكي تلفزيون وطن